موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكونات الغذائية برنامج المكونات الغذائية وكنا تكلمنا في مكونات التوابل يعني هناك لائحة طويلة عن التوابل وبعض الأشياء التي هي ولو أن التوابل لا تنبت بعضها لا ينبت في المغرب مثلا ولكن عليني استعمالات كثيرة معروفة في جميع المجتمعات أن هذه التوابل تستعمل لتنكيه الأغذية وبدون توابل طبعا بدون توابل لا يكون الأكل جيد ولا يكون حتى الخصائص الحسية للأكل فنتكلم اليوم عن حبوب أخرى ندخلها مع البودور التي تكلمنا عنها عن حبوب الكتان وعن الينسون والشمراء عن القرنفول عن هذه الأشياء ندخل مع الكاراوية يعني هذه الحبوب الكاراوية وهي الكاراوية من صنف الينسون والشمراء وحتى هذه نجم البحر هذه تدخل مع هذه الأربعة لأن تقريبا نفس المكونات وهذه الحبوب هي تصنف مع البودور التي تكلم عنها وهي يعني فيتوستروجينات والفيتوستيرولات فيها فلافونويدات قوية الكاراوية تمتاز عن الشمر واليانسون رغم أنها يتشبه تمتاز عن الكمون وعن الشمر واليانسون تمتاز بقوة الفلافونويدات الموجودة فيها وكذلك قصد كبير من هذه الفيتوستروجينات والفيتوسترولات الموجودة في الكاراوي فهي نفس المكونات لكن قوتها في دفع الجذور الحرة يعني القوة المضادة للأكسدة هي أكثر من هذه الحبوب الأخرى هي أكثر من اللي ينسونه من الشمراء وأكثر من الكمون وأكثر من الكزبرة حبوب الكزبرة فهذه الكاراوية واستعمالات الكاراوية تكون في بعض الدول أكثر يعني الدول السكندينبية وكذلك كوريا واليابان هذه الدول الأسيوية يستعملون هذه الكاراوية بكثرة ويستعملونها في جميع المواد الغدائية حتى أن هناك نوع من الأجبان ونوع من المواد اللحم وكثير من الأشياء الآن تضاف إلى هذه الحبوب الكاراوية لأن رائحة زكية ولأنها عند قوة في التنكيه وعند قوة كذلك في ذبح بعض الأمراض فكما قلت لما نكتشف سر المادة سر أي نبات لجميع النبات في أسرار كل نبات لديه أسرار فهذا السر نسميه باسم هذا النبات لما نكتشف مكون كيماوي في نباتين ما نسميه باسم النبات لقد تكلمت عن هذه يعني القرفة مثلا السيناميك ألديهايد يعني ألديهايد السيناميك يعني ماذا؟ لأن القرفة اسمها السينامن باللاتين ثم يعني هذه الكاروية فيها مكونات الكارفون مكوين الكارفون لأنها اسمها الكارفي الكاروي كاروي لكارفي يعني هذه الكارفون هذه مكوين الكارفون يوجد في الكاروية ولا يوجد إلا في الكاروية هذا مكوين الكارفون ومكون الكارفون وفلافونويد قوي كما قلت ومضاد للأكسدة وهو الذي يدفع كثير من الأشياء حتى أن هذه الكارفونية تدخل في النظام الغذائي ضد السرطان في الوقاية من السرطان لما تكون مع النظام الغذائي في المواد فهي تقي من إصابة بالسرطان وكذلك تلين الشرائن بالنسبة للأشخاص لعدم ارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرائن وطبعا لما يكون فيتوستروجين فيتوستيرول تكلمنا عنها في الحبوب الأخرى يعني هي قاعدة عامة لما يكون النبات يحتوي على فيتوستروجين فيتوستيرول فهو يخفض الـ LDL يعني الكوليستيرول الخبيط هذه قاعدة عامة في علم التغذية فهو يخفض الـ LDL لماذا؟ لأنه يشد هذا الـ LDL طبعا ويمنع تأكسد الكوليستيرول الحميد الـ HDL للـ LDL لأن هناك من يتكلم عن الكوليستيرول ويخلط الأشياء وأن الكوليستيرول جيد للجسم أخطر شيء على الجسم والكوليستيرول وهذه لا يمكن أن يفني ذها أهد لكن أي نوع من الكوليستيرول نتكلمنا عنه؟ نتكلمنا عن الـ HDL الـ HDL لا يوجد علينا قليل جداً الـ HDL لماذا؟ لأنه غير تابت يعني يتحول بسرعة يتأكسد بسرعة يعني ويتحول إلى الـ LDL بمعنى دائماً في تحاليل دائماً عندهم الـ LDL كتر من الـ HDL دائماً لماذا؟ لأنه يتأكسد بطريقة غير رجعية لا يمكن أن يعود الـ HDL يعني كانوا irreversible يعني oxidation فإذا الـ HDL ما يتحول الـ LDL يبقى الـ LDL ما يرجعش الـ HDL فاستهلاك الـ HDL هو يستهلك ليصبح على شكل الـ LDL هذا هو المصيبة هذا هي المشكل ولكن الناس يتكلمون عن الكوليستيرول بدون أن يحددوا بدون أن يعرفوا الأشياء فيبقى الكوليستيرول أنه مكون خطير على الجسم لأن الـ LDL هي التي تحفر الشرائين وهي التي تحبس الهوموسيستين داخل الشرائين لكي لا تتحول إلى السيستين لكي ترمى خارج هذه الشرائين والكوليستيرول هو الذي يعني يوقع الخلل على مستوى الهرمونات في الجسم والكوليستيرول هو الذي يعني يعني يتبط الجسم الجسم يكون تقيل جداً حركات تقيلة وحتى الأشخاص تكون عندهم برودة يعني في الرجلين لا يقدرون على الحركة ولا على العمل هذا فهذه الحبوب هذه الحبوب هي جيدة تكون في التغذية والألمة لا لأنها هي ليست خلطات علاجية ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الحبوب تكون مغيبة في النظام الغذائي أن الناس يتغذون على بطاطس مشوي ودجاج مشوي وأشياء سريعة هكذا ثم لما يسقطوا في المرض لما يصابوا بمرض ما يبدأوا يسألون ويبحثون عن علاجات وعن أعشاب وعن أشياء هذه وهذا خطأ هذا سلوك خطئ فيجب أن تكون في النظام الغذائي أن تكون في النظام المتكامل سميناه نظام متكامل ليس متوازن كلمة متوازن عفا عنها الضارة إنما نظام الغذائي معناه متكامل يجب أن يكون جميع المكونات الغذائية في الوجبة وهذه المكونات هي المكونات الغنية بالألياف المكونات الغنية بالسكرية البسيطة المكونات الغنية بالبروتينات المكونات الغنية بالفيتوتروجينات المكونات الغنية بالمضادة الأكسادة المكونات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدينية المكونات التي فيها أنزيمات مكونات التي فيها بعد آثار الإميونات كذلك يعني بعد هذا فهذه الأشياء يعني هذا النظام متكامل يجب أن يكون لما تكون وجبة طبيق تضاف إلى توابل جيدة 3-4 توابل تضاف توابل للطبيق فقط لما المرأة تكون تطبخ يعني تضيف هذه الأشياء يكون زيت الزيتون تكون خضر تكون توابل يكون أشياء أخرى هكذا فهذه يعني الوجبة كلما أضيفت لها هذه الأشياء تصبح متكاملة ثم لما نأكل نأكل بخبز بالنخالة يعني مخمر بخامرة طبيعية خامرة يعني بلدية يعني الوجبة تكون هنا متكاملة يعني لا ينقص أي شيء فيها بروتينات فيها أليا فيها مضاد الأكسادة فيها فيتوستروجينات فيها فأما لما يكون نظام الأحادي الذي فيه لحم وأجبان وفيه خبز أبيض بدون نخالة وفيه بطاطس مشوه فيه أشياء هذه فهذا النظام ينقصه كل شيء ينقصه الفيتامينات والأملح والمضادات الأكسادة وينقصه الأنزيمات والفيتوستروجينات والفيتوسترولات والألياف الغذائية والألياف المتخمرة هذه كل الأشياء تنقص في هذا النظام الغذائي فالكارفون هذه مكون الكارفون الموجود في الكاروية أو الكاروية يعني في المغرب نحن نمطق الكاروية هكذا هي الكاروية يعني بالإنجليزية الكاروية وبالفرنسية الكارفي هذه حبوب جيدة جميل عليهم فهي معروفة عندنا في بلدان العربية كلها معروفة الكاروية أن الناس يستهلكون ربما المطبخ اللبناني فيه الكاروية تستعمل أكثر من دول المغرب الكبير هذا يعني تونس والمغرب والجزائر تستعمل كذلك هذه الكاروية في هذه الطبيعة فهي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة بأمراض كبيرة تقيلة يعني مثل السرطان مثل الأمراض المناعية مثل هذه الكوليستيرول المرتفع أمراض القلب والشراي مثل ارتفاع الضغط مثل هذه الأشياء يعني هي الكاروية تهدئ حتى الألام عنتي أنفلاماتوري لماذا لأنها فيها مضادة للأكسدة فالمستوى يعني الجهاز الهضمي فهي يعني تترد يعني تترد هذه الغازات وهذه الأشياء داخل الجهاز الهضمي وهي طاردة كذلك للحشرات يعني هذه الكاروية هي طاردة للحشرات كانوا الناس يرشون بها بعض الأشياء لكي لا يكون هناك دباب ناموس إلى آخرين من قبل استعمالات الشعبية اللي كانت عند الكاروية إن شاء الله نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة